كمان احنا شهر بالكتير قوي أو تقريبا بالزبط شهر متبقي على انطلاق مؤتمر المناخ بشرم الشيخ واللي طبعا بيصحبه حالة زخم واهتمام غير مسبوقة على كافة المستويات ومن كل الفئات في المقدمة طبعا الشباب اللي بيشارك في هذا المؤتمر من خلال مبادرات وأفكار تعالج تحديات المناخ المحلية خلال أيام هينطلق أول كلايم ماثن اللي بتهدف لزيادة الوعي بقضايا المناخ وكيفية التعامل مع الوضع الراهن والمستقبلي في ظل التدعيات الكبيرة والمقلقة كمان اللي بتسببها ظاهر التغير المناخ خلونا نعرف تفاصيل أكتر من المهندس صابر عطمان خبير التغيرات المناخية والمنسق الوطني الأسبق لاتفاقية تغير المناخ ورئيس مجلس الأمناء لمؤسسة المناخ أرضنا للتنمية المستدامة المشرفة على الكلايم ماثن أهلا بحضرتك بشمهندس أهلا وسهلا يا فندس دعا نروح حضرتك وسهلا المشاهدين في البداية أول مرة نسمع هذا المصطلح كلايم ماثن كلايم ماثن هو عبارة عن كلمتين هي كلايم ماثن يعني سباق من أجل مواجهة تأثيرات تغير المناخ والمسابقة دي بتتعامل من خلال الاتحاد الأوروبي لأن الاتحاد الأوروبي بيحاول أنه هو ينشر مجموعة من الأفكار صديقة للبيئة بتواجه حد من أغازات الاحتباس الحالي وتقللها أو تعمل تكيف مع تغير المناخ والمسابقة دي بتتنفس في مصر بقالها 3 سنين بس يمكن كان نطاقها دايما بيقع في القاهرة الكبرى لكن احنا خدنا قرار السنين دي في المؤسسة أن احنا نشتغل على كل المحافظات بحيث أن احنا ندي فرصة للشباب في المحافظات المختلفة أن هم يشاركوا بإيجاد حلول محلية لمواجهة تغير المناخ لأن بالفعل يمكن الحلول الخاصة بتغير المناخ في منها جزئين في جزء خاص بالتكنولوجيات المتطورة زي الطاقة الشمسية وغيرها ودي هيكون فيه صعوبة للشباب أن هو يطورها في الوقت الحالي لكن فيه حلول تانية بتكون محلية متعلقة بالزراعة متعلقة بالمخلفات متعلقة ببعض الإجراءات اللي ممكن كلنا نقدر نعملها من خلال التوعية ومن خلال تغير السلوكيات وده اللي إحنا كنا بنشتغل عليه مع الشباب في المحافظات المختلفة وإن شاء الله المسابقة الوطنية اللي نعمل المسابقة على كل محافظات وأفضل فكرة مشروع في كل محافظة هيكون بينهم مسابقة وطنية هتتم في مكتب تسكندرية إن شاء الله خلال الفترة من 26 لغاية 30 أكتوبر عظيم، فيه أفكار كتيرة بتطلب من المحافظات؟ أه طبعاً فيه أفكار جيدة جداً ممكن نقولها لك بعضهم يعني مثلاً في المحافظة الدوميات فيه شباب عاملين روبوت، الروبوت دوت بيجمع المخلفات ورد النيل فيه محافظة أخرى زي محافظة بنسويف فيه الشباب عاملين عدد من أفكار مشروعات كلها قوية جداً يعني فيه منهم فكرة نستخدم البوتس بتاعت الزراعة السيس بتاع الزراعة نفسه لإضاءة بعض اللمبات وعملنا تجربة عملية يعني شفناها زي دا عن طريق الاستفادة من التوصيل الكهرابي للتربة فيه أفكار متعلقة بإعادة تدوير المخلفات زي البلاستيك وبيطلعهم منهم منتجات جميلة جداً فيه أولاد عاملين مشروع برضو ديه كمحافظة سكندرية عاملين بيساعد الأطفال على بدل ما هم يرعبوا جيمز يكون غير مفيدة لا الجيم دوت بيعلمهم المفاهيم المتعلقة بقضية تغير المناخ فيه أفكار كتيرة جداً ما يحضرنيش كلهم يعني عظيم بس فيه أفكار كتير جداً إحنا جمعناها كلها وبنحاول بالفعل أن إحنا نشوف إزاي نقدر نساعد بعد كده في عملية التطبيق لأن فيه يعني ليفل تاني أعلى من مسابقة كليمسون بتقوم بأحد المؤسسات المصرية الشقيقة أيضاً بيهدف إلى تحويل هذه الأفكار بقى إلى مشروعات قابلة للتنفيذ صحيح وده المهم طيب هل من ضمن هذه الأفكار حلول مبتكرة حاجة جديدة ما كانتش موجودة قبل كده يعني فيه بعض الأفكار للمشروعات بتكون حاجة موجودة بنطور فيها أو بنحاول نضيف عليها بعض الأمور لكن هل فيه حلول مبتكرة حاجة أول مرة نعملها؟ هو بالفعل هي مش وصلة لمرحلة الاختراع بس يعني فيه فكرة بالفعل أحد الشباب في محافظة سهاجة عملها وأنا شاف أن دي من أفضل أفكار أن هي بتدمج بين التكنولوجيا وبين الحلول المحلية اللي احنا محتاجينها هو عمل حل لمشكلة ومعضلة كبيرة جدا لأن احنا دلوقتي لما بنيجي نستخدم الطاقة الشمسية في الأراضي الزراعية بتعمل محطات سابتة فالمحطات السابتة دي بتأدي إلى تدهور في التربة لأنه طبعا بتمنع وصول الشمس للتربة في المنطقة التي تحتها وفي نفس الوقت بيكون فيه صعوبة أن هي تروح لمكان آخر يعني هي بتخدم منطقة معينة بس فهو جابة عربية من العربيات الكارو اللي هي موجودة عندنا في الريف دي جرها أحد الحصانة يعني وعمل عليها المحطة الشمسية بحيث أن هي تكون بتتجمع وتتفرد وتتقفل متحرك وركب أيوة وركب فيها المطور اللي هو بيسحب المياه من الترع ويقدر يروي بيها ودوت عالج مش بس مشكلة تدهور التربة لا عاجل عالج مشكلة مجتمعية لأن معظم الناس اللي عندهم المواتير اللي هي بتطلع عن بأسات بيكون بيستفيد منها ومصدر رزقه فلو المحطة عملت ثابتة دوت معناها أن الشخص دوت مش هيقدر يستفيد منها لكن المحطة دي هتبقى متحركة فيقدر ينقلها من مكان لمكان ويقدر يحافظ على الدخل بتاعه وفي نفس الوقت ما يدرش البيئة فهو مش بس عالج المشكلة البيئية اللي بتنتج من الانبعاثات لا ده عالج المشكلة البيئية وعالج النواحي الاجتماعية والاقتصادية بتاعت المشكلة لأنه هو عايش في المجتمع وده اللي احنا بندور عليه بالفعل إنه واحد يكون عايش في البيئة وعايش في مجتمع معين بيستخدم المعلومات اللي موجودة والتكتولوجيات ما بيمفصلش عن الواقع ويحاول يلاقي حل متفصل على المشكلة اللي عنده ده جميل جداً نزي ملحظة لك أنه مش لازم يبعد عن الواقع ويشوف حل كمان أو فكرة مشروع قابلة للتنفيذ والتطبيق ويكون فيها استفادة لكل الأطراف طبعاً فهي الفكرة بتاعت العربية الكارو دي فكرة جميلة قوي على فكرة والبعد التاني كمان احنا نحافظ على مصدر رزق الرجل ده دي حاجة كويسة جداً طيب احنا خلصنا مشاريع اسكندرية وقيمناها خلاص؟ احنا خلصنا لغاية دلوقتي عشر محافظات وشغالين في الباقي يعني لسه في الجيزة ولسه في القاهرة ولسه في احسف مش حاضرني كل التفاصيل بتاعتني اقبالي الشباب عامل ايه؟ يعني مثلاً المحافظات مثلاً دلتا وجه بحري هو المفاجأة بالفعل أن السعيد فيه عدد كبير جداً من متقدمين وده يمكن بيأكد أن فيه احتياج كبير جداً أن الموضوع يتنفس في المحافظات السعيد بشكل أكبر ويكون فيه اهتمام لأسف طبعاً ما بيكونش فيه اهتمام وبعدين كمان المحافظات معظمها طولي فتبقى كبيرة فأنت مثلاً عشان تسافر للعاصمة بتاعت المحافظة ممكن تاخد ساعتين في بعض المحافظات فبالتالي دوا بيخلي وصول الشباب اللي موجودين في القرى والنجوء التابع للمحافظة لبعض هذه النوعية من المسابقات أو المشاركة في ندوات وغيره بيكون صعب فبالتالي لما بيلاقوا شيء زي دوا انتم بترحولهم اه احنا بنعمل كل محافظة مش لوحدنا احنا عندنا مجموعة كمان من الجامعيات الشريكة في عديد من المحافظات يعني فيه محافظات احنا في ذنب نفسنا زي مسلاً اسكندرية أو زي ضميات فيه محافظات أخرى احنا بنستعين بجامعية شريكة موجودة في المجتمع هناك وعرف الناس علشان نقدر نوصل لعدد كبير من المواطنين لان احنا برضو شايتين نستخدام التكنولوجيا لوحدها زي الفيسبوك أو غيره من وسائل التواصل عشان نقدر ننشر مش بيوصل لكل الفئات المفتحة هدفة فالجامعيات الشريكة بتبقى موجودة على الارض هناك بتكون عارفة الشباب بالتعاون مع المحافظة مدريت شباب الرياضة بالتعاون مع مدريت تضامن الاجتماعي بالتعاون مع فرع جهاز شؤون البيئة لان احنا بنشتغل مع منظمة طبع المسابقة دي بتتم تحترعية وزارة البيئة وزارة تضامن الاجتماعي وبنحاول ان احنا نستفيد من كل المجهودات الموجودة عشان في الاخر الختام بتاعة الكلام دوت كلها تعرض في الكوب احنا عندنا مكان في المنطقة الخضرة هنعرض فيها كل نتائج سواء حتى الناس اللي هي من مشروعاتها لم يحليفها النجاح لم يفزيتش ووصلت لأفضل فكرة لأ احنا كمان هنعرض كل دوات بحيث ان احنا نبضح ان فيه أفكار كتيرة محتاجة دعم ان دي احنا الفكرة بتاعة كلايمس وانها بتشتغل على المرحلة بتاعة الفكرة بس فكرة لان احنا بيبقى فيه لجنة من المحكمين كلهم سادزة من الجامعة او من رواد العمل المجتمعي بيدولوا ادفايز وبينصحوا ازاي يطور الفكرة بتاعته اثناء عملية المناقشة اللي بيقوم بيها للمشروع بتاعته طبعا انهم مش بيبقى احنا عندنا برضو مش بيبقى دايما فرض هو بيبقى فريق من ثلاثة الخمسة وبيبقى دشرت اه من ثلاثة الخمسة وعلى اللي فيهم بنت ده على اللي فيهم ولد ده هتلاقيهم كلهم بلد اه فيه فرق زي فريق بالفعلة تانيس اللي هو في اسكندرية اللي هم عاملين الابليكيشن للموبايل الاطفال هم كلهم بنت بالفعل عظيم كمان احنا هنعرض كل الكلام ده في المؤتمر عشان المسؤولين وصناع القرار والشركات ورجال الاعمال لما يشوفوا هذه الافكار وشوفوا هذه المشروعات وامكانية تطبيقها ومش معنى زي ما حضرتك قلت ان هو ما فازش مثلا بالمركز الاول ان هو وحش لا بالعكس ده ممكن يكون كويس بس محتاج تطوير محتاج يضيف حاجة محتاج يشيل حاجة فبتبقى حاجات بسيطة جدا لكن مشروع مهم وهنستفيد منه كمان اه ده اللي احنا بنشتغل عليه احنا عاملين اكتر كمان من مبادرة يمكن عندنا مبادرة تانية ودي مهمة جدا لان هي بها تلقي الدوق على كل الانشطة اللي بتتعامل الرحلة الى كوب تونت سيفن دي بيقوم بيها المغامر علي عبدو بهايلف من اول اسوان لغاية شرم الشيخ على متسكل بالكهرباء واحنا الشريك المجتمعي للمبادرة وبنحاول احنا بالفعل نلقي الدوق على كل الانشطة مش بس اللي بيعملها الافراد كمان الدولة زي محطات طحلية المية والطاقة شمسية وغيرها لان بالفعل في ناس كتير مش بيربطوا بين اللي بيتعامل على الارض الواقع زي النهاردة اي حد فينا يروح يشتري لمبة يلاقي لمبة موفرة هو مش قدر يربط ده بتغير المناخ احنا بقى بنحاول نلقي الدوق على الجزئية دي اللي فيها كتير جدا بتتعامل مترو محطات الطاقة شمسية المونوريل كل الانشطة اللي بتتعامل دي على سكيل كبير او حتى التطبيقات البسيطة اللي احنا بنفسنا بنعملها زي اللمباط الموفرة او ترشيد استهلاك المية نركب قطع بسيطة كده تقلل استهلاك المية كل دي حاجات ممكن بالفعل تفيدنا في التكيف مع تأثيرات تغير المناخ او خفض الانبعثات الكربونية اللي بتسبب وبتزود تأثير الاحترار العالمي وبالتالي بتضر بينا سواء من اول صحتنا زي ما شوفنا في تعيير على المستشفى لغاية الماشية الزراعة الاحتياجات الغذائية والامنة الغذائية بتاعنا كل دوت هيكون متأثر مع الاسر فبالتالي لازم كلها نشتغل عشان نقدر نساهم ونواجه تأثيرات هذه الزهرة مظبوط طيب حضراتك موجود في المؤسسة مؤسسة مهمة كمان ومشرفة على مشروع دولي في مصر هذه المؤسسة وهذه المشروع الدولي ازاي بيبص المصر في الاجراءات اللي خدتها خلال فترة اللي فاتت للتكيف مع التغيرات الملاخية هو مشروع كلامة السنة دي ودي برضو من اول مرة هيجوا يعملوا الحفل الختامي بتاع كل المسابقة اللي بتعمل في العالم كله هنا في مكتبة سكندرية برضو في مصر نظرا لنوما بالفعل بتاعت العالم كله المسابقة دي مش بتتم في دولة واحدة بتتم في كل دول العالم السنة اللي فاتت في 192 مدينة السنة دي في حوالي 220 مدينة حوالي العالم بتبقى المدة 3 ايام بتعمل فيها كل الأنشطة احنا يمكن عملنا تغيير السنة دي ان احنا عشان عايزين نشتغل في المحافظات والكوب هنا في مصر فاحنا بدأنا من شهر تلاتة نعمل كل اسبوعين في محافظة بدين بدر شوية اه لكن هنعمل بقى المسابقة الوطنية في نفس الوقت اللي بتعمل فيه المسابقة دي في كل دول العالم في نفس الوقت هي بتبقى مدة 3 ايام من يوم 27 لغاية يوم 30 بتبقى 24-7 يعني طبعا عشان الدول ده تبقى يوم 10 وده الهدف برضو انها بتعمل قبل الكوب علشان تاخد الزخم اللازم والنتائج اللي تطلع منها لو فيه امكانية انها تتارد بشكل ما في مؤتمر الأطراف تتارد طبعا مشروع لابتكار المناخي بتابع الاتحاد الأوروبي بيقدر يعرض دوات في الجناح بتاع الاتحاد الأوروبي في المنطقة الزرقة احنا كمؤسسة لان لنا مكان في المنطقة الخضرة هنقدر نعرض النتائج بتاعة مصر في المنطقة الخضرة ان شاء الله طيب حضر تقول ان اما 220 دولة المؤسسة او 220 مدينة متوزعين هاوين عالم جميل يعني في 220 مشروع اكتر مقلق حوالي نقول ايه 2002 يعني في عدد كبير جدا يعني احنا مش في النهاية بيفوز مشروع من كل دولة او بيطلع مشروع من كل دولة بس ده لسه دي مسابقة تانية دولية بقى احنا احنا نحمله المسابقة الوطنية في نفس الوقت اللي كل الدول بتختار فيها مشروعاتها المسابقة الدولية بتبقى السنة الجاية ان شاء الله في فبراير دي بيتجمع فيها بقى ممسجين الدول علشان نشوف ايه هي افضل افكار ويمكن اخر مرة تعملت قبل كوفيد في فريق من السودان هو اللي فاز بالمسابقة دي وخد دعم مادي وخد احتضان علشان خاطر يقدر يطور فكرة مشروع ويقدر يخليها قابلة للتنفيذ عظيم من اللي بيقوم بتقييم هزي المشروعات واختيار المشروع الافضل هو طبعا احنا في الحالة بتاعتنا زي ما قلت حداك احنا كل محافظة بنختار من الجامعة الاقليمية اللي موجودة في المحافظة ممثلين بيكون بتاعهم مع المحافظة حيما اساسة لم تدخلش خالص في عملية الاختيار علشان يكون فيه شفافية في الاخر المحافظة يهمها ان يطلع احسن فكرة لانهي اللي بتمثل المحافظة على المستوى الوطني ان شاء الله برضو هنختار مجموعة من المحاكمين اللي لهم خبرة سواء في مجال التكنولوجيا او في النواحي الاجتماعية او عندهم خلفية من التعامل الخضرة بحيث ان احنا نضمن ان يكون فيه تنوع في لجنة التحكيم ويقدروا يساعدوا بالفعل فيه توجيه لانه ده اللي يهمنا اكتر مش احنا مش هممنا بس ان حد يفوز لان احنا نهمنا كل الفرق اللي تطلع تاخد نوع من انواع التوجيه ازاي يقدر يحسن ويطور فكرة مشروع عشان خطر الفكرة تتحول بالفعل الحاجة قبل للتنفيذ في المرحلة القادمة من 18 ل 35 سنة وعملنا كمان دي اول مرة تعمل في مصر الاطفال في محافظتين في محافظة دمياط ومحافظة القاهرة ان شاء الله لسه ما تنفسش يعني بس بناخدوا الاجراءات بتاعته فاحنا بنحاول ان احنا كمان نخش بدر شوي اه في جزء جديد لانه بالفعل الاطفال هم اللي هتضرروا الاسف يعني في المستقبل والشباب اكتر من اي حد سنه كبير لان انا يمكن ان اشتغلت في موضوع تغير مناخ من 20 سنة ما كنا بنتكلم عن الموضوع دوت كان الناس كلها بتقول ما فيش حاجة اسمها تغير مناخ النهاردة كلنا بقينا بنقول لفيه تغير مناخ انا متخيل بعد 20 سنة هنكون بنعاني بشكل اكبر اذا ما كانش فيه اجراءات قوية اتخذت من كل دول العالم ونتمنى ان المؤتمر في مصر السنة دي لانه اسم مؤتمر اشار مشيخ للتنفيذ احنا بالفعل لازم نخش احنا بقى لنا سنين كتير يمكن انا بشارك في المفاوضات من سنة 2007 ومع الاسف المفاوضات لغاية دلوقتي ما وصلتش المرحلة تخلي تعمل التغيير اللي احنا محتاجينه يبقى تغيير قوي جدا في العالم كله يقدر يساهم بالفعل في مواجهة تغير المراح وده اللي احنا السنة دي اعتقد مصر من خلال القيادة السياسية ومن خلال وزارة البيئة ووزارة الشرب الرياضة وكل الوزارات المشاركة ووزارة الامر الاجتماعي طبعا انهم يحاولوا يساهموا طبعا مع وزارة الخارجية اللي هي بتقود المؤتمر في ان احنا نعمل تغيير المطلوب وبالفعل يبتدي يحصل تنفيذ لكل الاتفاقيات اللي سابقت قبل كده يعني احنا محتاجين بالفعل تغيير الاتفاقيات اللي سابقت لا تنفيذها هي موجودة فقط لكن مثلا الدول المتقدمة كانت وعدت انها تقدم توفير تمويل كبير 100 مليار دولار كان فيه عندنا كذا تراك فيه فاست تراك فاينانس ده كان المفروض يتعامل من سنة 2010 لغزاة 2020 وبعد كده فيه لونج تيرم فاينانس ده كان المفروض يتعامل من سنة 2020 كل سنة 100 مليار دولار لكن مع الاسف المبلغ دي كلها لم تقدم للدول النامية فيه اجراءات خاصة بالخسار والادرار في دول كتير بتخسر احنا مثلا عندنا محصول المنجة مثلا السنة اللي فاتت او محصول الزتون حصل فيه خسار كبيرة محدش بيساعد الفلاحين وبيعوضهم والعبء في الاخر بيقع الدولة طب ما هو الدولة مش هي المتسببة في دولة اللي متسببة فيه الدول المتقدمة بالتالي مفروض الدول المتقدمة هي اللي تقدم تعودات لكل المتضررين من تغير المناخ وغيره فيه مواضيع كتير جدا مع الاسف لم نتصل لمرحلة التنفيذ لسه في مرحلة المفاوضات في مرحلة وجود تعهدايات ما اخبراءش فينا باشي منسين دي الفرصة الاخيرة اصلا بالله مش عايز اقول هو علميا طبعا احنا كل ما بيتأخر ده الخطر بيزيد واحنا مفروض على سنة عشرين خمسين نكون بالفعل وصولنا ان احنا عندنا الكربون نيتراليتي لعالم كله يكون انبعاثاته بتعايد الكمية الامتصاص اللي بتحصل سواء من الاشجار والنباتات او من المحيطات وعشان ده وصل للمرحلة دي ده محتاج مفجود كبير جدا لان احنا بنغير نمط التنمية في العالم كله عايزين نغير السيارات النهارده كل شركات سيلا تتكلم على الاستراتيجيات بتاعتها ان هي هتروح نعاية سيارات كهربائية عايزين نغير نظم انتاج الطاقة من كل القطاعات عايزين نعمل تغيير في طريقة الزراعة وطريقة حتى استخدام المياه وازاي نقدر نرشدها فمحتاجين نعمل تعديل كبير جدا قلتك من شوية عن ان كلهم شباف وقلت لي اه كلهم شباف ودقنا كمان للاطفال احنا كده نقدر نقول ان الاجيال اللي جاية كلها عندها وعي بالتغيرات المناخية اعتقد ان يمكن مش بس دور المجتمع المدني حتى اللي انا متأكب منه المناهج التعليمية الجديدة اللي حصلت حتى منها جراب عبتدائي في جزء دروقتي عن ظهرة الاحتباس الحراري والمفروض بالفعل الاولاد يفهمون ان دي ظهرة طبيعية وايه الفرق ايه اللي احنا عملنا احنا عملنا خلل في الظاهرة الطبيعية دي وقدينا الاحترار العالمي وعلشان زي ما قلت نبتدي نواجه دا وقت محتاجين تغيرات كتيرة من غير الوعي دا من غير فهمهم لهذه الظاهرة بشكل سليم ومن غير معرفتهم ايه هي السلوكيات السليمة وايه هو دورهم بالتالي دا مش هيحصل تغيير لكن لو هم فهموا دا وقت كويس اللي هيطلع منهم مثلا مخترع يقدر يغير يطلع مهندس يقدر يغير اللي هيطلع حتى عامل كل واحد في مكانه كل واحد في الجزئية بتاعته زي ما شفت حتى في المستشفى في كل حاجة هيبقى فيه حتى عنده فهم سليم فيقدر بالفعل يقود عملية التغيير بكل تأكيد احنا نشكر حضرتك شكرا جزيلا شرفتنا المهندس صابر عثمان خبيرة تغييرات المناخية والمنصق الوطن الاسبق لتفقية تغيير المناخ شكرا جزيلا لك العثمان